بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم سيكون عن الجهاز التناسلي الذكري في الصفحة رقم 88 في البداية لازم نعرف أنه جهاز التناسلي عموما مسؤول عن إنتاج الجاميتات الأهم من هذا أنه لا بد أن يكون في الجهاز التناسلي أعضاء خاصة في إنتاج الجاميتات وأعضاء أخرى تسهل عمل هذا الجهاز خلينا نبتدي الآن درسنا اللي هو الجهاز التناسلي الذكري في صفحة رقم 88 مثل ما بتلاحظ قدامك أنه يجب أن يتكون الجهاز من مجموعة من الأعضاء ابتديني في العضو الأول وهو الخصيتان تعريف الخصيتان هم عبارة عن غدتان رقم واحد تفرزان الهرمون الجنسي الذكري الذي يسمى باسم التستستيرون وهو يتكون فيهما الحيوان المنوي إذن إحنا تخلصنا من الجزء الأول أو تحدثنا عن الجزء الأول وهو الخصيتان الجزء الثاني من صفحة رقم 88 راح تلاحظ أمامك اللي هي مراحة تكوين الخصيتين الحقيقة هي عبارة عن كيس موجود في التجويف البطني بالنسبة للجنين وتهبط قبل الولادة بشهرين تقريبا إلى كيس موجود خارج التجويف البطني الكيس الموجود خارج التجويف البطني يسمى باسم كيس الصفن تمام؟ هذا الكيس ليش يعتبر بالنسبة لأنه مهم؟ أولا أنه يحتوى على الخصيتين وثانيا لأنه يوفر درجة الحرارة المناسبة التي تكون بالعادة بحاجة لإلها الحيوان المنوي وهي قد تصل في بعض الأحيان إلى 34 درجة مئوية مثل ما تلاحظ أمامك في الصورة هذه هي منطقة تكوين الخصيتين هذا الخصية الأولى وهذا الخصية الثانية وهذا اللي باللون الأحمر بالخارج هو عبارة عن كيس الصفن ننتقل على صفحة رقم 89 لاحظ في صفحة رقم 89 لاحظ معي أنه بيبتدي في جزء الآخر من الدرس وهو تعريف الآن النبيبات المنوية وهي العبارة عن نبيبات مسؤولة عن نقل الحيوانات المنوية بعد صناعتها جزء الآخر هي عبارة عن الخلايا البينية اللي هي تقع ما بين النبيبات المنوية تمام؟ وهي المسؤولة عن هرمون التستستيرون اللي بيظهر مجموعة الصفات الذكرية الثانوية بالنسبة للجنين الذكر لاحظ معي في الصورة اللي أمامك فصفحة رقم 89 لاحظ معي الخصية اللي هو باللون الأخضر لاحظ معي النبيبات المنوية المتعرجة شديدة التعريج نحن أشرنا باستخدام القلم الجاف على موقع الخلايا البينية هاي أمامك هذه الخلايا البينية اللي موجودة ما بين النبيبات المنوية وجميع هذه الخصية تنتهي عن طريق الأنابيب باتجاه منطقة البربخ ولاحظ البربخ هاي أمامك مثل ما بتشوفه أمامك عبارة عن نتوآت كثيرة وأنابيب كثيرة التعرج إلى أن تتصل إلى خارج منطقة الخصية تمام؟ ننتقل على المعلومة الأخرى الجديدة وهو تعريف الوعائين الناقلين تغادر الحيوانات المنوية الناضجة البربخ منتقلة عبر الوعائين الناقلين اللذان ينقلان الحيوانات المنوية من الخصيتين ويلتقيان عند قناة بولية تناسلية مشتركة تسمى بالإحليل مش أنا فهمك الفكر أكثر اتبع معي وشوف هذه الخصية مثل ما نشوفناها أمامنا هذا هو منطقة البربخ اللي بلون الأحمق الغامق كون منهان الحيوان المنوي مع وجود التستستيرون واندفعت عبر القناة الناقلة هذه هي قناة الناقلة أو الوعاء الناقل بوصل الوعاء الناقل إلى أن يرمي في داخل منطقة المثانة لاحظ منطقة المثانة إنها عبارة عن منطقة واسعة كبيرة في آخرها وجود الحويصلة المنوية طيب دور الحويصلة المنوية رح نأخذ إن شاء الله من خلال صفحة رقم تسعة وثمانين مثل ما بتلاحظ أمامك تفرز الغدث التناسلية سوائل لتغذية الحيوان المنوي وحمايتها أثناء المرورها بالجهاز التناسلي لما تنتقل على آخر صفحة رقم تسعة وثمانين رح تلاحظ الحويصلات المنوية وغدة بروستات وغدة كوبرا الحويصلات المنوية إفراز الكوليكوز وهو مهم لحركة الحيوانات المنوية لأنه هو مصدر الطاقة فيها لما بننتقل على البروستات بتوفر الوسط القاعدي مشان تتخلص من حموضة البول وتخفيف من لزوجة السائل المنوي مشان تسهل حركة الحيوانات المنوية لما بتتعرف على غدة كوبر غدة الكوبر الوحدة هي عبارة عن سائل قوي القاعدية يسفن في التخلص من بقايا البول الموجودة في الإحليل وبالتالي كذلك الموجود فيه مهبل للحفاظ على الحيوان المنوي الآن أنا وياك نرجع مرة ثانية للغدد هذا اللي حكينا عنها مثل ما حكينا في الدرس أنه عندك هون الخصية هون البربخ انتقل عن طريق الوعاء الناقل الحيوانات المنوية ووصلت لعند المثانة في المثانة بمجرد مرورها باتجاه منطقة الإحليل تتعرض إلى الحوايصلة المنوية وتم إعطائها الطاقة اللي هو الـ ATB بمجرد أن وصلت باتجاه بداية الإحليل راحت لعند البروستات في البروستات استطاعت أنها تغير القاعدية وتهيئ مرور الحيوان المنوي وبعدين كملت باتجاه منطقة القضيب مثل ما بتشوف أمامك بتلاحظ غدد دي كوبرا اللي هي الغددتان المسؤولتان عن معادلة كامل القضيب اللي أمامك تمام أو مسار الإحليل في داخلها لأنه هو هذا المسار المسؤول بشكل مباشر على الحفاظ على القاعدية وبالتالي بقاء الحيوانات المنوية وعبورها من منطقة الإحليل تمام باتجاه منطقة المهبل في الإناث طيب الآن بعد ما انتهينا من جميع المعلومات الرئيسية بننهي معلوماتنا في صفحة رقم 89 بالمعلومات التالية وما أن تخترت السوائل التي تفرزها الغدد التناسلية مع الحيوانات المنوية حتى يتكون السائل المنوي إذن هذا هو تعريف السائل المنوي إذن هو اختلاط عبارة عن اختلاط بينما تفرزه الغدد الثلاثة الحكينا عنها والحيوانات المنوية وينقل الإحليل الحيوانات المنوية وإفرزت هذه الغدد إلى خارج الجسم الذكر عن طريق القضيب إذن نحن تناولنا في الدرس صفحة رقم 88 و89 معلومات هامة جدا المعلومات الثلاثة الأولى كانت تتحدث عن مكونات الجهاز بشكل عام هي مكونات الجهاز بشكل عام المعلومات الثانية هي الجانب التشريحي لكل عضو من هذه الأعضاء والجانب الأخير هو المراحل لتكوين هذه الخصيتين من مرحلة الجنين وصولا إلى نزول الجنين واستقرال الخصية داخل كيس الصفحة إلى هنا أنتهى الدرس صفحة 88 و89 أتركوا في القناة